موسيقى خلال لقاء في باريس ماكرون وكمالا هارس يشددان على الأهمية البالغة للتعاون الفرنسي الأمريكي وخلال اجتماع مع نظيره الأوكراني في واشنطن لينكين يؤكد أن واشنطن تراقب عن كثاب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ويحذر من غزو موسكو لكييف واشير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاما ورئيس بايدن يؤكد أن قلب منحن تضخم التصعدي في طليعة أولوياته العاشرة ليلا بتوقيت جرانيتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن هذه نشرتنا من العاصمة أهلا وسهلا بكم عودة الدفئ إلى العلاقات مع فرنسا وعبرها إلى باقي الدول الأوروبية بعد قمة روما الأخيرة تكرسها زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كمال هارس إلى باريس حيث التقت اليوم بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في إطار زيارة تستمر خمسة أيام ماكرون شدد وهارس خلال اجتماعهما على الأهمية البالغة للتعاون بين فرنسا والوليات المتحدة في مستهل حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد شهرين على اندلاع أزمة الغواصات الأسترالية وبعد لقاء الرئيس الفرنسي ستشارك نائبة الرئيس الأمريكي في منتدى السلام العالمي الذي يقام في فرنسا بالإضافة إلى حضورها أيضا فعاليات الذكاء السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى ومؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا تعزيز الثقة بين البلدين ووضع الخطط للتعاون المشترك في مجالات عدة ولسيما على المستوى الصحي إضافة إلى تعزيز الإستثمارات لما فيه فائدة الشعبين الفرنسي والأمريكي وحتى في العالم هذا ما أكدت عليه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في زيارتها لباريس وفي لقاعها مع المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس ماكرون إنها رسالة من الولايات المتحدة إلى فرنسا مفادها أن العلاقة مع فرنسا لها أهمية قصوى على المستوى الاستراتيجي وفي العالم بعد التعثر التي أصابها في سبتمبر والتي كان وصفها جو بايدون باللحظة الخرقاء إذن هذا اللقاء للتأكيد على أنهم يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة ما هدت لها لقاءات أنتوني بلينكين أعتقد أن هذا هو أول شيء أرادته هاريس منذ وصولها إلى هنا أي أن تحالف الولايات المتحدة وفرنسا يجعلهما من أقوى الدول في العالم الرئيس الفرنسي في لقائه مع نائبة الرئيس الأمريكي في الإليزي شدد على أن فرنسا والولايات المتحدة دخلتا في مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على ثقة متبادلة مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو استمرار لما تم التفاهم عليه خلال لقائه مع الرئيس جو بايدون في قمة مجموعة العشرين في روما المحادثات تتركز على أمن واستقرار المحيطين الهندي والهادئ والدفاع الأوروبي والتعاون الفرنسي الأمريكي على مستوى الصحة والأمن إذ أن الأمريكيين يساعدون كثيرا الفرنسيين في منطقة الساحل وكانت هاريس استهلت زيارتها التي تستمر خمسة أيام بتفقد معهد باستور حيث التعاون الفرنسي الأمريكي مستمر على مستوى مكافحة كورونا كما زارت أضرحة جنود الأمريكيين الذين سقطوا في فرنسا في الحربين الأولى والثانية في مون فاليريان بالقرب من باريس أهمية هذا اللقاء أنه يندرج في إطار تنسيق مواقف البلدين إن في مؤتمر باريس للسلام وكذلك في المؤتمر الدولي حول ليبيا وتطلع واشنطن لإرساء المصاري الديمقراطي في ليبيا عبر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر توني شمي الحرة باريس نناقش إذن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس إلى باريس ولقائها الرئيس الفرنسي مانويل مكرون وتطورات هذه الزيارة فيما بعد من خلال ما ستحضره كامال هاريس من مؤتمرات وأيضا قمم لربما تكون هناك في هذه الزيارة في فرنسا ينضم إلي عبر سكايب من واشنطن أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورجتان وعضو منظمة مجلس العلاقات الخارجية شارلز كوبشن أهلا بك معي سيد كوبشن هل وصلت رسالة الولايات المتحدة من خلال هذه الزيارة الهامة التي تقوم بها نائبة رئيس الأمريكي كامال هاريس إلى باريس أم برأيك أن هناك أو نحن بحاجة إلى مزيد من الزيارات والحوار لربما لإنها سوء التفاهم الذي وقع قبل شهرين ما بين البلدين لا يوجد أي شك في أن إدارة بايدن كانت تعمل جاهدة لإصلاح العلاقات مع باريس ورأينا مكالمة تليفونية بين الرئيس بايدن والرئيس ماكهون والتقي في روما على هامش قمة العشرين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ونائبة الرئيس كلهم ذهبوا إلى باريس وهذا جهد حقيقي لإصلاح العلاقات وسيعود بالفائدة وهي حركة رمزية من جانب واشنطن بشأن مدى جدية نظرة واشنطن للعلاقة مع باريس وكيف أنها معنية بتجاوز الخلافات حول صفقة الغواصات مع أستراليا هناك شيء يجب أن ننظر عليه وهو كيف تطورت هذه العلاقة فيما يتعلق بالانخراط الفرنسي والأوروبي في المحيط الهادي وراء الستار هناك أحاديث بشأن دور فرنسا وشركائها الأوروبيين في التعامل مع تغير ميزان القوى في منطقة المحيط الهندي هذه محادثة ستأخذ وقتا كي تنضج ولكن أعتقد أن الموضوع مهم يجب أن ننظر عليه كيف سيبدو المشهد ما بعد النظرة الجديدة أو النظر إلى حقبة جديدة كما يقول الرئيس ماكرون أو الجانب الفرنسي النظرة إلى حقبة جديدة في العلاقات ما بين الولايات المتحدة وفرنسا شكل التعاون كيف سيبدو خاصة إن نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي قليلا ما بعد رحيل أنجلا ميركل مستشارة الألمانية يتحدث الجميع أن ماكرون هو سيكون الرجل الأقوى في الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة كيف سيؤثر ذلك على تعاون الولايات المتحدة من خلال فرنسا مع الاتحاد الأوروبي إن كان على الصعيدين التجاري أو السياسي أو العسكري حتى بالنسبة للناتو أعتقد أن العلاقات الأطلسية اليوم في وضع جيد في هذه البلاد كانت هناك انتخابات أعادت للسلطة شخص يؤمن بالعلاقات الأطلسية ومشروع التكامل الأوروبي والناتو والتعاون الأمريكي الأوروبي في الجانب الأوروبي رأينا سلسلة من النتائج السياسية التي أكدت الوسط السياسي الأوروبي وجلبت إلى السلطة في ألمانيا مجموعة تؤمن بالعلاقات الأطلسية وكانت إلى اليسار الوسط وليس يمين الوسط لا أعتقد أن فرنسا ستهيمن على الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سنرى حكومة قوية وقادرة في برلين تعمل مع فرنسا في مجال العلاقات مع الولايات المتحدة الموضوع الذي سنراه الموضوع الأول هل سيكون هناك إعادة توازنات هل ماكرون سيحقق هدفه الخاص بخلق أوروبا الأقدر وتكون شريك استراتيجي أفضل للولايات المتحدة ثانيا هل ستطلع أوروبا بمسؤوليات أكبر في مجالها مع انسحاب أمريكا من سوريا وأفغانستان وليبيا والشرق الأوسط هل الاتحاد الأوروبي سيفعل أكثر هناك وثالثا هناك موضوع الصين لا أعتقد أن الولايات المتحدة وأوروبا ستتوافقان دوما بشأن التعامل مع الصين واضح أن هذه محادثة يجب أن تتم في مجال التجارة السياسة حقوق الإنسان كي يكون الطرفان في نفس أو على نفس الموجة في التعامل مع بكين وموسكو أخذين بعين الاعتبار العلاقات الوطيدة بين الصين وروسيا أيضا كمالة هارسة تشارك في منتدى السلام العالمي إضافة إلى مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا للسلام وهذه نقطة جدا مهمة اليوم نرى تمثيل عالي المستوى جدا نتحدث عن نائبة الرئيس الأمريكي في هذا المؤتمر ما الذي نفهمه تحديدا أن أردنا أن نركز على موضوع ليبيا ما الذي نفهمه من هذه الدرجة العالية من المشاركة الولايات هل أصبحت ليبيا اليوم أولوية على طاولة البيت الأبيض لا ربما أعتقد أنك على حق عندما تقول أن ليبيا واجتماع يوم الجمعة هو ربما أهم جزء في المحادثة واضح أن هذه فرصة لنائبة الرئيس هارس لمقابلة ماكهون وقاد أوروبيين آخرين في مؤتمر السلام يوم الخميس ولكن إذا كان هناك جزئية مهمة في السياسة فهي ليبيا وما نراه هو أن أمريكا تذهب وتبذل أقصى جهد لجلب نوع من الاستقرار إلى ليبيا وهذا كان منذ سقوط القذافي حيث البلاد في فوضى وكانت منقسمة بين فصائل مختلفة الآن هناك احتمال إجراء انتخابات في آخر هذا العام وحكومة تتمتع بدعم المجتمع الدولي إذن هذا الاجتماع يجيء في وقت هام والولايات المتحدة لا تزال تتطلع إلى الأوروبيين ليلعبوا دورا طليعيا في ليبيا خاصة قرب ليبيا من أوروبا ولكن هذا يمثل أفضل فرصة لدينا ممتاز إذن سامحني للمقاطع إن سألت ما هي النقاط التي ستضع أو الحروف التي ستضع كمالة هارس النقاط عليها في اجتماع ليبيا تحديدا في الاجتماع المخصص لليبيا في ثلاثين ثانية لو تكرمت واحد ما هو نوع الدعم الذي سيقدمه المجتمع الدولي هل سيكون دعم اقتصادي كافي ثانيا يجب التأكد أننا نتجاوز الخلافات التي رأيناها أولا الفرنسيون يدعمون جناحا والأوروبيين الآخرين يدعمون طرابلس وجناح آخر نريد التأكد أن أمريكا وأوروبا على نفس الموجة عندما يتعلق الأمر بالانخراط مع ليبيا سيد تشارز كوفشان أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورجتان وعضو منظمة مجلس العلاقات الخارجية عبر خدمة سكايب كنت معي مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك لانضمامك إلي في هذه النشاء شكرا التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض برئيسة المفوضية الأوروبية التي أوضحت عقب الاجتماع ما بينهما أن الطرفين اتفقا على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في إيرلندا أعتقد أن رئيس بايدن وأنا نتشارك التقييم بأنه من المهم للسلام والاستقرار في جزيرة أيرلندا الحفاظ على اتفاقية الانسحاب والالتزام بالبرتوكول لقد نجح البرتوكول في تسوية تلك الدائرة الصعبة التي تسببت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآن تتمتع أيرلندا الشمالية بإمكانية الوصول إلى كل السوقين والوصول إلى السوق الموحدة السوق البريطانية الموحدة وكذلك السوق الأوروبي الموحدة لذلك فإن الوضع إيجابي ونريد أن نفعل كل شيء لإزالة الروتين وأن نكون مرنين قدر الإمكان في هذا البرتوكول من العاصمة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا تؤكد للحرة أن الحوار الاستراتيجي مع مصر كان جيدا وتناول مختلف الملفات أهلا بكم من جديد نستذكر معا ما تناولنا في الجزء الأول من نشرتنا من العاصمة وقفنا على لقاء ماكرون وكمال هارس نائبة الرئيس الأمريكي التي تزور العاصمة الأمريكية العاصمة الفرنسية عفوا فاريس والتأكيد على الأهمية البالغة للتعاون الفرنسي الأمريكي أيضا سنناقش بعد قليل تأكيد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن واشنطن تراخب عن كثب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية الأوكرانية ولاحقا أيضا سنتحدث عن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والذي يبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما وتأكيد أيضا الرئيس جو بايدن أن قلب منحنى التضخم التصاعدي في الولايات المتحدة في طليعات أولوياته إذن قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة قلق من النشاط الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا أضاف بلينكين في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني في العاصمة واشنطن إن بلاده قلق من أن ترتكب موسكو خطأا فادحا من خلال محاولة التدخل في أوكرانيا نحن قلقون من التقارير عن النشاطات الروسية غير المعتادة بالقرب من أوكرانيا ونراقب هذه النشاطات عن كذب نحن أيضا نتشاور مع حلفائنا وشركائنا وليس لدينا رؤية واضحة بشأن نوايا موسكو لكن قلقنا هو حول إمكانية أن ترتكب روسيا خطأا فادحا بمحاولة إعادة ما قامت به في 2014 عندما حشدت قوتها على طول الحدود وعبرت إلى الأراضي الأوكرانية ذات السيادة لقد فعلت ذلك مدعية كذبا أنها تعرضت للاستفزاز ما رأيناه في الماضي هو الدعاء روسيا أنها تعرضت للاستفزاز كحجة لتنفيذ ما تخطط له ولهذا السبب نراقب بعناية التحركات الروسية من جنبه شدد وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد روسيا لكي تكفى عن تصعيد ممارساتها يجب أن نفهم جميعا أن ما يحدث في أوروبا الآن هو لعبة معقدة للغاية تتضمن عناصر كثيرة أزمة طاقة جهود للدعاية تضليل هجمات إلكترونية تعزيزات عسكرية ومحاولة من روسيا لهضم عناصر أزمة الهجرة في بيلاروسيا إننا نرى مرة أخرى نفس الصورة المؤلمة التي اعتدنا أن نراها قادمة من أوروبا بين عامي 2016 و2017 يجب علينا أن نوجه الرسائل الصحيحة لكن علينا أيضا أن نتخذ الإجراءات الصحيحة وهذا ما نقشناه مع الوزير بلينكين اليوم ليس فقط الرسائل والروايات التي ينبغي أن تسمعها روسيا ولكن أيضا الإجراءات التي ستراها قادمة وتم كل هذا ليس لاستفزاز روسيا ولمنحها دريعة بل للردع ردع روسيا وعدم تحفيزها على اللجوء إلى مزيد من التصعيد معنا من واشنطن كلمك فارلند مدير مركز أو معهد البرامج والأبحاث للدراسات الدبلوماسية ينضم إلينا أن نناقش معه إذن هذا اللقاء الأمريكي الأوكراني في العاصمة الأمريكية وواشنطن وأهمية الاتفاقية أو اتفاقية لجنة الشراكة دعنا نقول استراتيجية ما بين وواشنطن وكييف لحماية لربما أوكرانيا أو دعنا نقول وقف أو ردع روسيا عن زعزعة استقرار منطقة البحر الأسود شكرا للاستضافتي أولا اجتماع اليوم مهم بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وكما لاحظ هناك تأسيس للجنة الشراكة الاستراتيجية وهذا مهم ليس فقط للعلاقة مع أوكرانيا وإنما أيضا لأوكرانيا نفسها وهي تسعى لردع روسيا ومنعها من القيام بأنشطتها الشريرة في أوكرانيا أيضا سنتحدث بعد دقيقة عن مواضيع أخرى هامة هذه ليست أول مرة الروس صعدوا من أنشطتهم العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا كان هناك عدد من المناورات العسكرية في السنوات الماضية على الحدود وحشدت تعداد كبير من القوات على الحدود هذا هو شيء يفعله الروس ما بين فترة وأخرى للضغط على كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأعتقد أن بايدن تحدث مع بوتين في آخر مرة وبوتين والقوات الروسية تراجعوا عن الحدود ولكن لو نظرت على التقارير في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مدير الـ CIA ذهب إلى موسكو وتحدث مع بوتين بيل بيرنز وهو أيضا السفير أو كان سفيرا أمريكيا في موسكو وبالتالي يعرف بوتين وهناك علاقة شخصية معه وحسب ما يمكن للسفير الأمريكي في روسيا وهذه علامة من الإدارة الأمريكية تطلب فيها أمريكا من روسيا التراجع وربما تحدث مع بوتين عن إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين في روسيا وحلفاء أساسيين لبوتين وأيضا زيادة مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا كقوة ردع من خلال الزيارة التي تفضلت وتحدثت عنها زيارة مدير الـ CIA إلى موسكو وأيضا كلمة جدا هامة أو جملة جدا هامة أو تحذير جدا هام دعنا نقول من بلينكين كان خلال مؤتمر صحفية تحدث عن احتمالية أو يحدث روسيا من احتمالية اقتحام كييف أو اقتحام أوكرانيا هل من المؤشرات برأيك حول هذا الموضوع يتحدث بلينكين عن ذلك هناك دائما فرصة لحدود ذلك لا أحد يعرف بالضبط ما سيفعله بوتين حاليا لو نظرت على الموقف الداخلي عادة هو يفعل أشياء كما هو الحال في أوكرانيا أو سوريا عندما يواجه ضخوط سياسية كبيرة في روسيا لا نرى مثل هذا حاليا وما يحب عمله هو الاستمرار في الضغط على بعض الأزرار وهو يفعل هذا الآن ولا أعتقد أن هناك فرصة فالنزاع لا يزال جامدا ولكن هناك فرصة للنزاع ساخن الولايات المتحدة لا تقلق أو قلق بشأن إمكانية حدوث ذلك لهذا ترسل رسائل مثل زيارة مدير السي آي ونتذكر أيضا زيارة لويد أوستن إلى تلك المنطقة قبل أسابيع قليلة اليوم وزير الخارجي الأوكراني في واشنطن في البيت الأبيض ما الذي تتوقعه أو تريده أوكرانيا من الولايات المتحدة وما الذي تستطيع أن تقدمه الولايات المتحدة إذن خلال هذه المرحلة لأوكرانيا أحد الأشياء الأساسية التي يريدها الأوكرانيون هو استمرار الضغط الأمريكي على روسيا لردعها وأيضا هم يتطلعون إلى المزيد من المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا وسيدفعون ويدغطون على إدارة بايدن لأجل ذلك وللعمل على الاندماج مع الغرب سواء الاتحاد الأوروبي أو الناتو وبالتالي هناك مناقشات حول خطوات الناتو المستقبلية والسماح للأوكرانيا أن تنضم إلى التحالف الولايات المتحدة تنظر إلى اللقاء على أنه مهم لأنه يمكنها أن تضغط على أوكرانيا في مجالات مثل الفساد في أوكرانيا كان هناك طبقة سياسية حاكمة في العقد الأخير في أوكرانيا وكان هناك فساد كبير وأمريكا لا تريد أن يكون هناك انشقاق لأوكرانيا أو تريد أن تكون هناك حكومة تعمل لصالح الشعب ولا يكون الشعب قد سئم من حكومته طيب كما هو معروف أوكرانيا تودى الانضمام للناتو بوتين قالها قبل ذلك أن أوكرانيا لن تستطيع الانضمام للناتو هل تستطيع الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا لدخول هذا الحلف في ظل تخوف أيضاً الولايات المتحدة من الفساد الذي تفضلت عن حينما كان بلينكين في مايو الماضي في كييف الإجابة القصيرة هي لا لماذا؟ لا أعتقد أن أوكرانيا جاهزة لذلك وأيضاً لأن الحكومة فاسدة إلى حد كبير والناتو هو تحالف سياسي وتحالف عسكري وبالتأكيد هناك خطوات يجب أن تتخذها أوكرانيا لتنظيف حكومتها وكي يكون مستوى الفساد قليل جداً أوكرانيا ليست قريبة من هذا لا أقصد أنه لا يوجد فساد في دول أخرى في الناتو ولكن ليس بنفس المستوى الذي كان في أوكرانيا والكلمات وخطاب الحكومة لا يستوفي ولا يضارع ما يجري على الأرض ولا أرى هذا يتغير هذا لن يتغير بين ليلة وضحاها هذا نظام والجهد كبير يجب أن يتم لتغيير ذلك في السنوات القادمة كلمك فارلند مدير معهد البرامج والأبحاث للدراسات الدبلوماسية من واشنطن كنت معي مباشرة عبر خدمة سكايب شكراً لإنضمامك إلي شكراً لك قالت كارلنس ساهرة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال إفريقيا أن الحوار الاستراتيجي مع مصر كان صريحاً ومفتوحاً وجيداً جداً وأنه تناول ملفات وقضايا مختلفة في كل المجالات كانت هناك مناقشات جيدة في مجال حقوق الإنسان والحوار الاستراتيجي تطرق لعدة ملفات قضائية وثقافية وحقوقية وللمساعدات الأمنية وكذلك بحثنا الشؤون الاقتصادية من ناحية حقوق الإنسان أعتقد أن المناقشات كانت صريحة وجيدة وقرار إدارة بايدن معروف جداً وتم تعبير عنه وهو شيء هام للرئيس ووزير الخارجية ومن ناحية مصر نتفهم أن هذه سياسة خاصة بهم ورأينا في 11 سبتمبر أن الرئيس السيسي أطلقت الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالحقوق المدنية والمجتمع المدني كانت هناك فرصة لطرح أسئلة وتطرق إلى تفاصيل لنفهم بشكل أفضل ما هو منظور كل دولة كانت المناقشات جيدة ومفتوحة وصريحة وكانت تبادل جيداً جداً إذن في ختام أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر منذ عام 2015 والذي انطلق الاثنين واستمر يومين في واشنطن اتفق الجانبان على تطوير وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية العسكرية والاجتماعية والقضائية وغير ذلك من المجالات بما في ذلك أو بما يحقق دعونا نقول مصلحة الشعبين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم نستعرض إذن أبرز ما جاء في البيان الختامي لهذا الحوار الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وأيضاً التعاون بشكل وثيق بشأن قضايا المناخ وحقوق الإنسان والتعليم والثقافة وغيرها أيضاً أكدوا أو أكدوا الطرفان على الالتزام بالتعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري أيضاً تأكيد مصر التزامها بالمشاركة النشطة في تدريبات القوات البحرية المشتركة وأيضاً الإشارة إلى أهمية تعقد مصر الأخير بقيمة مليار دولار لتجديد مروحيات أباتشي الأمريكية وفي قضايا المنطقة تقدير أمريكي لدور وقيادة مصر في حل النزاعات الإقليمية لسيما تعزيز السلام وإنهاء العنف في قطاع غزة وأيضاً دعم إجراء الانتخابات في ليبيا ودعم استقرار السودان وتسوية النزاعات والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن أما بخصوص ملف سد النهضة جددت الوليات المتحدة دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن المائي لمصر ودعت كل من أديسة بابا والقاهرة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تنسجم مع بيان مجلس الأمن الدولي في ستمبر الماضي وأيضاً اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 ونشرتنا من العاصمة لا تزال مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الرئيس جو بايدن يصف مصادقة مجلس النواب على حزمة البنية التحتية بالخطوة العملاقة في تاريخ الوليات المتحدة من جديد أهلاً بكم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون البنية التحتية يعد خطوة عملاقة في تاريخ الوليات المتحدة بايدن أضاف في كلمة بمدينة ميرلند أن هذا المشروع سيخفض الأسعار ويعيد الناس إلى الوظائف إضافة إلى أنه سيبني الاقتصاد الأمريكي سبوع الخاص بالبنى التحتية وصل في النهاية نعم على أي حال في آخر أسبوع اتخذنا خطوة عملاقة كأمة ولا نتحدث كثيراً عن هذا ولكن هذا لا يتم كثيراً مجلس النواب قام باعتماد مشروع القرار الذي قدمته وهذا المشروع سيخفض الأسعار ويكون جيداً للناس ويعيدهم إلى الوظائف وسيبني الاقتصاد من أسفل إلى أعلى والكل سيكون في وضع أفضل تسارع معادل التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بشكل فاقت توقعات مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بسبب المشكلات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن بيانات التضخم الأخيرة تضر بميزانيات الأمريكيين مشيراً إلى أن إدارته تضع هذه القضية في سلم أولوياتها التضخم في الولايات المتحدة يتخطى كل التوقعات اذ تسارعت وطيرته خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل مستوى قياسي بسبب المشكلات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية والتي تسببت بارتفاع أسعار قطاع الطاقة بشكل غير مسبوق نسبة ارتفاع الأسعار وفق ما نشرته وزارة العمل الأمريكية بلغت 0.19% الشهر الماضي مقابل 0.14% في شهر سبتمبر الماضي وأوضحت وزارة العمل في بيان أن الأسعار ازدادت بنسبة 6.2% مقارنة مع مستواها في أكتوبر من العام الماضي عندما وصلت إلى 5.14% لتسجل بذلك أكبر ارتفاع منذ نهاية نوفمبر من عام 1990 زيادة الأسعار معممة على جميع القطاعات لكنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد تعليقا على هذه البيانات أن التضخم يضر بميزانيات الأمريكيين مشيرا إلى أن قلب هذا المنحنى يبقى في طليعة الأولويات بالنسبة إلى إدارته وسبقت تلك البيانات تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول أقر فيها بأن التضخم يفوق التوقعات مشيرا إلى صعوبة إصدار توقعات في ظل الظروف غير المسبوقة ما بعد وباء كوفيد 19 حسب قولها مؤكدا كذلك أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال على قناعته بأن هذا التضخم يعكس إلى حد بعيد عوامل يفترض في أنها مرحلية هذا توجه 11 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة إلى رئيس جو بايدن طالبين منه تدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود بشكل أثر سلبا في حياة ملايين الأمريكيين خاصة وأن الأغلبية منهم يعيشون أرحلة التعافي من أزمة كورونا خالة الغضب هذه التي عبر عنها سيباستيان مينوز من ارتفاع أسعار الوقود هي أمر يتشارك فيه كثير من الأمريكيين جراء مشكلة لا تبدو نهايتها قريبة لن يكون بإمكاننا أنا وعائلتي السفر إلى أي مكان في عيد الشكر هذا العام لأننا لا نملك المال الكافي للشهر الثالث على التوارد واصل أسعار الوقود ارتفاعها بمعدل فقط دولار والنصف للغالون مقارنة بنفس الفطرة من العام الماضي كون المعدل الوطني لسعر الغالون الواحد من البنزين بلغ قرابة الأربع دولارات فيما تجاوز سعره في ولايات أخرى كفلوريدا وكاليفورنيا أحياناً الخمسة دولارات أمر خلف قلقاً بين الأمريكيين لأن ذلك أضاف أعباء مالية في وقت يحاول كثيرون التعافي من أزمة كورونا أتمنى أن تتراجع الأسعار قريباً كانت هناك ارتفاعات سابقة لأسعار الوقود لكن ليس إلى هذا الحد لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التعايش مع هذا الوضع أربعة دولارات للغالون الواحد هذا كثير جداً علينا ربما حان الوقت للاعتماد على السيارات الكهربائية هذا الوضع انتقل معه القلق إلى إدارته الرئيس بايدن التي يقول مسؤولها إنهم يحاولون إجاد أسليب لمساعدة الأمريكيين ودراسة خيار اللجوء إلى ممارسة الضغوط على منظمة أوبك لرفع سقف إنتاجها أو حتى إمكانية اللجوء إلى الاحتياط الوطني نتابع عن قرب انشغالات الناس المرتبطة باتفاع أسعار الوقود وتأثير ذلك على حياة الناس نحن نتابع ذلك باستمرار وسنفعل ما بوسعنا لتوصل إلى حل لهذه الأزمة بايدن يضيف إلى ذلك أن الأزمة مرتبطة بأطراف خارجية وأن الحلول ليست فقط داخلية في حدود ما يقول به المسؤولون الأمريكيون فإن أزمة أسعار النفط لن تتراجع قبل بداية العام المقبل وفي حدود ما يقول به الأمريكيون أن توقيت هذه الأزمة سيء جدا وذلك لارتباطه بموسم الأعياد في نهاية العام الحالي لذلك سيكون على الأمريكيين إعادة النظر في كل برامجهم الخاصة سواء بعيد الشكر أو أعياد الميلاد وحتى أعياد نهاية العام وبداية عام جديد وكل ذلك بسبب أزمة أسعار النفط رابح فلالي الحرة واشنطن باولو فون شيراك ينضم إلي رئيس معهد السياسة العالمية مباشرة عبر خدمة سكاي من واشنطن نناقش معه إذن الوضع الاقتصادي واستمعت إلى الأمريكيين وهم يتحدثون عن أن الوضع والتضخم تحديدا بات غير محتمل بالنسبة لهم هل أزمة كورونا فقط هي من ساهمت في هذا التضخم أم أن هناك عوامل أخرى إن كان من خلال السياسة التي تنتهجها إدارة الولايات المتحدة أو عوامل خارجية أثرت على ذلك برأيك لا أعتقد أن هذا له علاقة بسياسات إدارة بايدن هذا له علاقة كما أشار مراسلكم للقيود على سلسلة الإمدادات العالمية والتي نجمت عن الكارثة غير المسبوقة وهي كوفيد نحن لا نزال في منتصف الجائحة نحن نحاول أن نخرج منها ولكن هذه الكارثة كانت غير مسبوقة للاقتصاد العالمي وأوقفت الاقتصاد وبالتالي الآن هناك مطالب أو للمستهلكين ولا توجد إمدادات وهذا يرفع السعر أعتقد أنه مع تطبيع الاقتصاد نتيجة لتخفيف الجائحة هنا في الولايات المتحدة وفي العالم خاصة في الدول المتطورة سلسلة أو قيود سلسلة الإمداد ستختفي بشكل تدريجي والأمور ستعود إلى طبيعتها الآن عندما يتعلق الأمر بالطاقة هذه قصة مختلفة لأن الأزمة هي نتاج لأزمة مفروضة ذاتيا بدأت في أوروبا أوروبا ابتعدت عن الوقود الأحفوري وبطريقة سريعة أكثر من اللازم ولا يوجد بديل للوقود الأحفوري لا توجد حلول طاقة متجددة الآن ولا توجد رياح كافية لا توجد أو الأوروبيون اضطروا للاعتماد أكثر من اللازم عن الوقود الأحفوري وهذا خلق طلبا أكثر مما كان متوقعا وهذا أدى إلى أزمة وهذا ما يحدث حاليا إذن هل الموقف سيصبح طبيعيا قريبا هذا يعتمد على سرعة أوبيك وروسيا والدول الأخرى ستزيد من إنتاجها وهل المنتجين للطاقة الأمريكيين سيقررون أن يحفروا أكثر وينتجوا نفط أكثر دعنا لا ننسى أن أمريكا قبل كوفيد كانت أكبر منتج للنفط في العالم وللغاز ليست مصدرة هذه روسيا والسعودية ولكن أكبر منتج ومع كوفيد الكثير من المنتجين توقفوا عن الإنتاج والآن ليست لديهم الثقة في السوق كي يفتحوا الصنابير مرة أخرى مؤشر أسعار المستهلك كما تفضلت وتحدثنا وذكرنا في خبارنا وصل إلى 6.2% أعلى مستوى منذ 30 عام تقريبا منذ نهاية عام 1990 هل أدى التضخم دعنا نقول إلى تآكل تلك المكاسب التي حققها الأمريكيون من خلال العجور التعويضات التي منحت بسبب أزمة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة باختصار شديد جدا لدي كثير من الأسئلة والوقت ضيق لسوء الحظ نعم هذا هو الحال واضح أن أمريكا اتلقت الكثير من المدفوعات من الحكومة لمساعدتهم أي الأمريكيين لأكثر من أشهر أكثر من سنة الناس غادرت وظائفها وأموال الحكومة تساعد الشعب كثيرا ولكن نتيجة لقيود سلسلة الإمدادات وارتفاع الأسعار في بعض الحالات هذا مسح كل المكاسب المالية التي حصل عليها الناس نتيجة لزيادة الراتب أو لأموال الحكومة وكما أشرت سابقا أعتقد أنه عندما سلسلة الإمدادات تعود إلى الوضع الطبيعي ولن يكون عندها الكثير من الناس يطاردون بضائع قليلة لأن البضائع غير متوفرة هذا سيخف وأعرف لا أعرف متى ستنتهي الأزمة ولكن أتفق مع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمور ستختفي وبذكرك الاحتياط الفيدرالي أعلن الرئيس أنه سيخفض من شراء السندات تحدثنا أيضا عن سعر الفائدة هل نتوقع رفع سعر الفائدة لربما لمحاولة خفض هذا التضخم الحاصل في البلاد عادة هذا ما يحدث دعنا لننسى أننا كنا في فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة نتيجة لسياسات الاحتياط الفيدرالي وهي غير مرتبطة بسياسات البنوك الأوروبية وبنك اليابان والبنوك الأخرى الكل كان متوافقا والكل يفعل نفس الشيء من أجل السماح للاقتصاد بالنمو ونعود إلى الأزمة كي لا نعود إلى الأزمة المالية في 2008 و2009 ولكن لو نحن في بيئة تضخمية فبنك الاحتياط الفيدرالي لديه فرصة تزيادة أسعار الفائدة طيب العديد من الجمهوريين في الحزب الجمهوري في الكونغرس ألقوا باللوم على حزمة المساعدات المالية التي قدمتها إدارة الرئيس بايدن والتي كانت قيمتها تريليون وتسعمائة مليار دولار خلال مارس هل تتفق معهم على أن ذلك ساهم في رفع معدل التضخم في البلاد هذا توقع التضخم في المستقبل الرزمة التي تشير إليها والزيادة الكبيرة في الإنفاق هذا لا نزال نتحدث عنه لم يعتمد بعد لا يمكن أن يكون تضخمي لأن المال لم ينفق بعد التشريع السابق هذا موضع الجدل أعتقد أن أن فائدة حق مبالغ كبيرة فيها الاقتصاد أعتقد أن هذا كان مفيدا ما هو البديل البديل كان خروج الناس من الوظائف وبدون أي دخل كان هذا سيسبب انخفاض في مستويات المعيشة والناس لن تستطيع دفع الإيجار أو القروض العقارية وهذه ستكون كارثة اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة أعتقد أنه كانت هناك فائدة من جانب قيام الحكومة بهذا العمل السخي للناس المحتاجين ويمكن أن نقول أن هذا كان يمكن أن يتم بطريقة مختلفة أقل قليلا أكثر كثيرا ولكن هذا ليس هو سبب التضخم هذا عنصر من العناصر لو أعطيت الناس الكثير من النقد ربما يريدون إنفاقه وهذا جيد للاقتصاد عندما يحدث هذا ولكن مرة أخرى لأن الإمدادات كانت قليلة الأسعار ازدادت كنت معي مباشرة عبر خدمة سكايب من واشنطن رئيس معهد السياسات العالمية شكرا جزيلا لك من العاصمة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير بنكن يشارك في اجتماع لوزراء خارجية العديد من الدول لبحث تنسيق الجهود للتصدي لكورونا وتدعياتها أهلا من جديد متابعة للقمة الافتراضية التي عقدها الرئيس الميكي جو بايدن في سبتمبر الماضي لمواجهة جائحة كورونا ترأس وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اجتماعا لوزراء خارجية العديد من الدول في العالم وبمشاركة ممثلين عن منظمات دولية من أجل بحث تنسيق الجهود للتصدي لكورونا وتدعياتها الاجتماع الوزاري والافتراضي ركز على تسريع مواجهة جائحة كورونا والاستعداد لمواجهة طوارئ صحية مماثلة في المستقبل وتوقف الوزراء في مناقشاتهم عند تسريع التوزيع العادل للوقاحات في العالم ودعم جهود منظمة الصحة العالمية لتلقيح 70% من سكان الكرة الأرضية بحلول سبتمبر أيلول المقبل علينا أيضا إيجاد حلول كيفية تمويل الإنظمة الصحية العامة حول العالم كي تكون الدول والمناطق مستعدة أكثر لتفادي ومواجهة حالات الطوارئ في المستقبل ولتحقيق هذه الأهداف أعلن وزير الخارجية الأمريكية عن عدة خطوات بينها إنشاء آلية دولية لتتبع أرقام حالات جائحة كورونا ومكافحتها في العالم وبدء شركات بين القطاعين العام والخاص لدعم حملات التلقيح عالميا ووصول اللقاحات بسرعة وبشكل آمن للجميع أنا مصرور بالإعلان أن الولايات المتحدة ساهمت في عقد صفقة بين شركة جونسون أند جونسون وكوفاكس لتسهيل وصول اللقاحات إلى أناس يعيشون في مناطق النزاع وأوضاع إنسانية مختلفة نحن حريصون على حماية الناس الذين يعيشون في ظروف صعبة من جائحة كورونا في أسراء وقت الممكن وركز الاجتماع الوزري على أن مواجهة الحالات الصحية الطارئة في العالم لا يمكن أن تكون مسؤولية وزراء وخبراء الصحة العالمية فقط لأن الوباء ليس أزمة صحية إنما أمنية وإنسانية واقتصادية كذلك تظهر الأرقام أن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة وأوروبا تلقوا لقاحات ضد جائحة كورونا في حين أن النسبة الملقحين في إفريقيا لم تصل إلى 10% لذلك بحث وزراء الخارجية في كيفية رفع نسبة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل مجاني لردمي هذه الهوة ميشيل غندور وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن تواصل السلطات الصحية الأمريكية حملة تطعيم الأطفال بين سن الخامسة والحدية عشر باللقاح المضاد لفايروس كورونا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كانت قد سمحت باستخدام لقاح فيزر باينتك المخفف والمخصص الأطفال الأسبوع الماضي ضمن مساعي الحد من تفشي الفايروس والإبقاء على المدارس مفتوحة تماما مثل ما كان متوقعا اليوم الأول من حملة تطعيم الأطفال بين سن الخامسة والحد عشر كان مزداحما في العاصمة الأمريكية واشنطن طوابير الأطفال المرفوقدة بأوليائهم كانت طويلة ولا منع من الانتظار أزيد من ساعة في سبيل تلقي جرعة فيزر بيونتك المخصصة للأطفال للوقاية من فيروس كورونا الهدف إجمالا إبقاء المدارس مفتوحة وتأكد من سلامة الأطفال والمعلمين والعائلات وإسالتنا هي ليس فقط أن نهتم بسلامتنا كأشخاص بل كمجموعة قدر عدد الأطفال بين سن الخامسة والحد عشر من الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة بمليون وتسعمائة ألف أربعة وتسعون منهم توفوا بحسب إحصاءات رسمية ويمنح لقاح فايزر بيونتك للأطفال حماية تقدر بـ 90.7% فيما يقدر تركيزه الكيموي مقارنة بلقاح كبر السن بـ 24% ولم تخفي هذه الأم سعادتها بتلقي ولديها التلقيح انتظرنا طويلا هذا اللقاح لأطفالنا نشعر الآن بالأطمئنان على سلامتهم بانتظار الأطفال الأقل سن أغلب الأولياء اعتبروا توفير اللقاح لأطفالهم بمثابة الخبر السعيد والضمان الكافي لإبقاء المدارس مفتوحة بينما اعتبرت هيئة الصحة في واشنطن أن الهدف تلقيح جميع الأطفال في وضون أسابيع نتوقع أن يبدي أولياء الأمور حماسة لتلقيح أبنائهم ونتوقع أن يتم تلقيح جميع الـ 46 ألف طفل في العاصنة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة وذلك للتأكد من بقاء المدارس مفتوحة نحو 28 مليون طفل بين الخامسة والحادي عشرة مرجح تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة عبر أكثر من 20 ألف مركز للتلقيح بإصرار من أولياء التلاميذ بالدرجة الأولى عملية تلقيح الأطفال من سن الخابسة إلى الحادي عشر شهدت إقبالا كبيرا جدا في مختلف مستشفيات ومدارس العاصمة الأمريكية واشنطن والصورة هذه أصدق ربما من أي تعبير خليب طويل الحرة واشنطن في المغرب ينظم بمدينة الدار البيضاء الكبرى معرض فني بعنوان من صوت وحجر المعرض يؤرخ لذاكرة مشتركات تجسد العلاقات الدبلوماسية والتاريخية الأمريكية المغربية من خلال عرض مجموعة من القطع التاريخية النادرة التي تمثل متانة وعمق الروابط الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية لما يزيد عن مئتي سنة اهتمامها بالتاريخ وشغفها بالتراث كان وراء زيارتها رفقة صديقاتها إلى المعرض الأمريكي المغربي من صوت وحجر سناء طالبة بمعهد الفنون الجميلة يستهويها هذا النوع من المعارض الفنية للوقوف على المكنونات التراثية للذاكرة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية جئت هنايا بس نتعرف على التاريخ والثقافة الأمريكية والحاجة المشتركة لكتجمع بين الثقافة الأمريكية والثقافة المغربية من صوت وحجر شعار معرض يحتفي بالذكرى المئتين لتأسيس أول مفوضية أمريكية في العالم بمدينة طنجة شمالي المغرب معرض يحاكي أقدم العلاقات الدبلوماسية ووشائج الروابط التاريخية المتينة بين البلدين معارض من صوت وحجر احتفالا بالروابط العميقة والتاريخية ما بين الولايات المتحدة والمغرب يركز هذا المعرض على المبنى مفوضية اللي في الطنجة واللي عاطاه في عام 1821 منذ 200 عام سلطان مولي سليمان للولايات المتحدة كعربون الصداقة هنا بمتحف عبد الرحمن سلاوي في مدينة الدار البيضاء الكبرى يسافر المعرض الأمريكي المغربي بالزائر عبر الزمان لاكتشاف عبق التاريخ والمقاومات الحضارية والتراثية التي أسست للصداقة بين البلدين من خلال عرض مجموعة من التحف النادرة من قطع تاريخية ثمينة ورسائل وأوسمة وقلادات وأحجار وآلات موسيقية وأغراض شخصية لمشاهير ونجوم أمريكيين ومغاربة طبعوا مسار تلك المرحلة من التاريخ يفتح لباب العدة معارض مؤقتة مثل هذا المعرض الذي يحيي العلاقات بين الدولتين المغربية والدولة الأمريكية معرض مجاني يفتح أبوابه للعموم إلى غاية نهاية شهر يناير 2022 بأروقته الفنية المتنوعة من المنتظر أن تنتقل فعاليات هذا المعرض إلى المتحف الوطني للديبلوماسية الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن نهاية شهر يناير 2022 لإتاحة الفرصة للمهتمين للاطلاع على بعض أسس العلاقة التاريخية بين البلدين بكل مقاوماتها السياسية والديبلوماسية والتراثية وغيرها فاطم البكاري الحرة الدار البيضاء بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام نشاطنا من العاصمة مزيد من الأخبار حول الوليات المتحدة وأيضا العالم بالتأكيد على موقع الحرة أما نحن فنلتقي مرة أخرى على رأس الساعة المقبلة في موجز لهم الأنباء شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء